أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المستمر للعنف في السودان بسبب القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في محيط مدينة ويد مدني في ولاية الجزيرة وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفن دوجارك إن مدينة ويد مدني كانت بمثابة مركز العمليات الإنسانية منذ بداية الصراع ولم تتأثر بشكل مباشر بالصراع حتى اندلاع هذا القتال الأخير مشيرا إلى أن التصعيد المستمر للعنف في السودان يعد أمرا مدمرا للبلاد وللمنطقة وقددت دعوة للقوات المسلحة السودانية ولقوات الدعم السريع إلى وقف القتال فورا والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية مناشدا الطرفين بضرورة التقييد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين وتمكن وصول المساعدة الإنسانية دون عوائق